رحلة أمريكا رحلة أمريكا أنا كنت المفروض أنت بسفرة و أنت في حالة إحباط تام بص أنا أول حاجة روحت لدكتور حسان فودال هو أحسن دكتور في فاطنة عربية طبقار في مصر قال لي بص يا حرية أنت عمليتك صعبة جدا الوحيد اللي يقدر يعمليه لك هو دكتور واحد اسمه دين توريومي في شيكاغو و أنا هتواصل معي أنا هصورك و هبعت له الحالة و هتواصل معي و هقولك لو هقدر ياخدك ولا لا وفعلا كان هو على تواصل معي على طول و قال له آه ممكن أتيجي و المفروض أنه هو قال لي أن أنا هسافر يوم واحد و واحد اتنين قبل الدكتور اتنين أعمل العملية تلاتة أعود أسبوعين و أرجع اللي حصل أنه أنا وصلت واحد قبلته اتنين يوم تلاتة أول ما قبلته يوم اتنين لقيته بيقولي على فكرة الموضوع مش موضوع عملية واحدة أنت محتاجة أربع عمليات و قلت له أربع عمليات قال لي أيوة و قلت له يعني حاريتك أروح و قلت رجع يعني قال لي لا دي أربع عمليات تبدالي أعدة هنا أنا لازم أبقى أمتبك أمتبك دي أعدة معينا في أمريكا دي أعدة معينا في أمريكا دي أعدة معينا في أمريكا و في سيستم هتعمليه وأكسجن جلسات أكسجن كل يوم و إبرصنية و حاجات كده يعني فمفروض كنت حعملها يوم ثلاثة يوم ثلاثة في الشهر كانت أول عملية كانت 11 ساعة المفروض و أنا نزلها من عند الدكتور فجأة من غير أي مصابق من أي أول مرة في حياتي تحصلي و قاعت في الشارع و قام علي و الكل اللي فاكران أنا وقات على التلج و في عربية أمبلانس و خبطت راسي كلها دم أغمى علي و ودوني المستشفى وعملولي تحاليل كتير الكلهم قالوا بقى بسبب أن أنا بقالي بسفر أكتر من 24 ساعة مفيش نوم و مش عارفة إيه فالدكتور خاف قال لي لا بصي أنا هتطر أن أنا أأجلك كم يوم و أعملها لك في مستشفى كبيرة قوي لأن أنت كمان عندك مشكلة في عروقك أنت ما عندكيش عروق يعني كانوا دايما بيشكوني بالخمسة و عشرين مرة عشان يلاوا عرق يحطوا دم ما يحطوا سوري بنج ما يلاقوش يحطوا بنج و كانيولا والحاجات دي ما يلاقوش خالص فعملت أول عملية طبعا مش عايز تشوف الشكل كان عاملي إزاي لأنه هو أول حاجة عملها حط إبرة في ملاخيري لا أعمل فيه ما مفيش ولا نقطة دم نزلت فقال طب أنا دلوقتي لو أخدت جرافت من صدرك و حطيتهم أنا هتعيش إزاي دي ما فيش دم واصل أنا هتطر أخد حتة من الخد الجلد من الخدك وأوصله بمناخيرك حتة زي الشعنة زي نص شعنة بكده عندك عشان يعمل أوعية دموية تغذي هنا وخاراتين بقى أعوض أحقينها بالانتبياتيكس شو ما حصلش إنفاكش وكل يوم جلسة أكسجين أو هايبرباريك علشان يساعد على الهيلي وعشان يخلي لي الدم يتلق ففضلت بالبتاع دي طبعا الغي أجلسة إيلاها من عشرة أيام وقال لي أنا مبسوط بالرزولتس قوي وكت فرخة وكت مدايق قوي خايفة من السكار ما كان قال لي دي مع الوقت حتروح قلتوا يعني أنا أهم حاجة في الدنيا إن أنا بقيت أشم وبقيت أكو وأعرف أنا بأكل إيه وصوتي مش مخنف يعني أنا بقالي سنين بشتري البرفين لو شكلها حلو بقى الشكل مش عارف فرحتها إيه لو حصلت حريقة ما كنتش عارف إن فيش يوط ما شمش لا فيش حاجة خالص فأهم حاجة بالنسبالي إن أنا الحواس دي ركعتلي وعرفت قد قد فيه حاجات صغيرة قوي إحنا بشواغدين بلنا منها حكيت مهمة قوي يا جماعة أنت عارف إن أنا مفيش حد ببصره دلوقتي إلا أول حاجة بصره ملاخيره ومفيش خالة دلوقتي أعطى ما أنا بصرك ملاخيرك طول الوقت لا 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 أبي جد ربنا بدينا كمية نعم إحنا مش عارفين هي مهمة قد قد بصراحة ما كانش هممني شكلي وإن أنا أبقى حلوة تاني أو 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 يعني أهم حاجات كنت بس عايزة أعيش طبيعي يعني أتنفس أكل أعرف أنا بأكل إيه ما أتنفس من بوقع أنا بقالي سنين بتنفس من بوقع إيه واسحة كل شوية واشرب ماء عشان ريقي ناشف عشان بتنفسش مما أنا خيري صوتي على طول مخنف رغم أني اشتغلت كذا عمل وأنا عارفة أن أنا يعني لا أنا راضي عن شكلي ولا راضي عن صوتي بس عايزة أشتغل وفي نفس الوقت مش عايزة أصدق إن أنا بقيت بشع قوي كده لأن أنا ما عملتش حاجة في نفسي أنا ما عملتش تجميل أنا وقعت حصاني ببواء عملت كذا عملية كانوا بايزين طب أعمل إيه قدر قدر فلما لقيت نفسي لا إن أنا شكلي فعلا منفع عشان أنا أطلع بره البيت ومش بس أشتغل حبست نفسي سنتين في البيت أنتي بقى كل اللي في بالك هي أبسط الحاجات اللي في الدنيا آه أنا عايزة أشم وسط أطعم عايزة أشتم وسط أطعم بس مش عايزة حاجة تاني مش عايزة ومش عايزة أبقى خنفة عشان النسواتش تتريع علي يعني سحارة الجنوب كانوا بيقولوا إن أنا صوتي خنفة خنفة وسحارة الجنوب كان ابتدى الموضوع كان ابتدى الإنفكشن كان يبقى موجود كنت بشتغل 12 ساعة وكانوا لا في إيدي يعني طيب